موسيقى أهلا بكم أسبوع تماما يفصل عن بدء الاستحقاقات في تشرين الأول والتي من شأنها أن تحمل مؤشرات لما ستقول إليه الأوضاع في المرحلة المقبلة إن على صعيد قرارات التمديد للقيادات العسكرية أو بشأن التعبئة التي يستعد لها النائب ميشيل عون وتياره وصولا إلى مصير جلسة مجلس الوزراء وحتى العودة إلى التشريع ضيفي اليوم رئيس حركة التغيير محامل أستاذ إليم حفوظ صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا بك إذن نحن على مسافة قريبة جدا من بدء توالي الاستحقاقات لعل أبرزها استحقاق رئاسة الجمهورية والجلسة المقررة بعد أربعة أيام كاريكاتور ستافرو جبرة بجريدة البلد اليوم عن استحالة انتخاب رئيس صور الاستحالة بهذا الشكل تحت لمبة الاستحقاق الرئاسي المحروع يعني ما بقدى عتمة كمان يعني التواصل بهالكاريكاتور يبدو ما في مجال يقوم هايك الوضع اليوم في البلد ايه يعني اللي ناطر أنه بـ 28 يصير في إنجاز أنا برأيي بده ينطر أكتر لأنه واضح التعائدات المنطقة ارتدت سلبا وبشكل كتير دراماتيكي على الوضع الداخلي في لبنان مبارح في إنجاز قطع قامت فيه مديرية المخابرات بالجيش اللبناني أنا برأيي هيدا مؤشر للمرحلة اللي نحن رايحين عليها وأنا ما بدي يخوف اللبنانيين ولكن من الواضح بأنه التعائدات بالمنطقة بلشت تتفشى شيئا فشيئا داخل المسرح اللبناني وبطبيعة الحال موضوع رئاسة الجمهورية ما بدي أقول أصبح في خبر كانة ولكن اليوم رحل إلى مرحلة ما بعد انقشاع الرؤية إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية إلى ما بعد زوال الضبابية على مستوى ما حصل مؤخرا بين الروسي والأمريكي داخل الملعب السوري المرحلة كلها رايحة على تأجيل ورايحة على أكثر توتر مش بس بلبنان بلبنان وخارج لبنان نعم ولكن الأفريقاء اللبنانيين كمان هم بصدد يعني الانتظار أما مثل ما عم بقول العماد عون أنه رح يكون عمام مرحلة فاصلة لسية موصولا حتى 13-21 تعرفي صرنا أمام طبقة سياسية بدي أتأسف وسميهم طبقة المتثائبين يعني يعني يلي بيضلوا يتتاوبوا معظم النواب يلي ما عم بيشاركوا يلي عم بيقاطعوا جلسات انتخاب رئيس الجمهورية أنا برأيي ببقلوا يطلعوا يحكوا عن التعطيل كل نائب معم ينزل يقوم بيواجبوا الانتخابي اللي بنص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي أنا برأييي عليه أن يصمت لأنه الصمت بيكون أشرف لمجموعة وصلت الحالي لهون رح نوصل نبلش بالسنة الثالثة وساعة عم نتهم سوريا وساعة عم نتهم السعودية وساعة عم نتهم الأمريكان وساعة عم نتهم إيران بأنه هني عم بيعرقلوا انتخاب رئيس الجمهورية بوقت هيدا النائب وما عم حدد النواب يلي ما عم بيشاركوا جلسات الانتخاب هو المسؤول عن عرقلة وعن التعطيل وعن الفراغ برئاسة الجمهورية ولكن يعتبر أن هذا حقه وأكثر تحديدا النواب المسيحيين وأكثر أكثر تحديدا النواب الموارني يلي ما عارفين أنه الجريمة اللي عم يرتكبوها رح تودي بآخر معاقل بآخر معقل مسيحي في هذا الشرق وإذا اللي عم بيدافع عن المسيحية المشرقية واللي خايف كتير على الحضور المسيحي في لبنان بدل ما يروح يفتش على موظف فئة رابعة شلو من مركزه يشرف يروح ينتخب الموقع الأول المسيحي الماروني في لبنان وفي المنطقة مجموعة من المقالات اليوم وضعت كرة الأزمة كل المقال حسب قراءته رح نعرضها معك لا أسمع رأيك فيها جانا حويس بتقول بجريدة المستقبل حزب الله الفراغ أو الفراغ تعتبر أنها فرصة لإظهار نية الحزب الصادقة بانتخاب رئيس أولا وبانتخاب العماد عون ثانيا الفرصة اقتربت فرصة 45 فليثبت حزب الله للبنانيين جميعا كما لعون عن نياته الحقيقية بإيصاله إلى رئاسة الجمهورية هل توافقها قراءتها أن الكرب بملعب حزب الله تعليقا؟ أنا بدي أكمل اللي قالته وبدي أقول أنه هذا الحزب يلي يملك اليوم بيعتبر حاله قدرات عسكرية وأمنية كتير كبيرة هذا الحزب يلي بينسب لنفسه تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي هذا الحزب يلي عم بيصدر مرتزقة إلى الخارج من مصر إلى سوريا هذا الحزب يلي قدر يعمل سبع أيار ويلي عنده خمسة إديسين متهمين بإغتيال الرئيس الحريري يلي فات بالملعب العراقي وفات بالملعب اليمني وبيتدخل بالبحرين هذا الحزب عم بيجري بيقول لللبنانيين والله أنا ما بيقدرمون على حليفة وصديقة الأستاذة سلامانة فرنجية وقال له يا شاب نسحب كرمال العماد ميشيل عون يعني أنا برأيي هذا الكلام بيدل على أنه اليوم الطابع بملعب العماد ميشيل عون وأنا الأوان على الجنرال ميشيل عون يلي نعم يمثل يلي نعم إلو حق يكون مرشح قوي يلي إلو حق نظرا لإمتداد شعبيته على المستوى المسيحي أنا الأوان للعماد ميشيل عون أن يطلع لللبنانيين ويقول لهم حزب الله يتلاعب برئاس الجمهورية وحزب الله يتلاعب فيه وبالمرشح الأخر باستاذ سلامانة فرنجية العماد عون بحسب جريد الجمهورية صامت يعني يراكب المواقف بصامت ويتركب كلمة من الرئيس الحريري قبل خطابه المرتقب يوم السبت بـ 15 تشرين الأول يعني بعضه ناطر الرئيس الحريري والعماد عون شو ناطر؟ لكي نحنا يا بدنا الشخص أو ما بدنا يه يعني أنا ما بقدر مخلي ولا تهمي حطه بسعد الحريري وما يمثل ومن يمثل سعد الحريري أنا ما بقدر أقول أنه سعد الحريري هو بيئة حاضنة لداعش وما بقدر أقول أنه سعد الحريري وفريقه خربوا المالية بلبنان وما بقدر أتهمهم بالفساد وأعمل كتب حول ما أنجزه سعد الحريري بذات الوقت إيجي عم قدم له عرض لسعد الحريري يقول له تعا انت خبني وتعا أنت رئيس حكومي هذه بتقول شغلتين اللي عم قوله أول شي تخالف مبادئ وأصول العمل الديمقراطي في لبنان واثنين هذه فيها تناقض ما بعده تناقض نعم ولكن طويت يعني صفحة هذه الاتهامات بمحاولات التقارب مع رئيس سعد الحريري لماذا لم تثمر هذه المحاولات؟ أول شي طويت أنا خليني خالفك الرأي أنه ما طويت لأنه بعدنا عم نسمع اتهامات بعدنا عم نسمع تعويل على دور ما لسعد الحريري وكأنه سعد الحريري لما بعلم الزلمة مأفلس والزلمة ما بقى عنده شعبية وإنه مش لحاله بالسحة السنية تب لايها الأدى يعني معلقين أميل أميل ورئاسي بلقى تبعا أنه صفحة رئيس أكبر كتلة نيابية عظيم طبعا أنا حر يعني إذا أنا رئيس أكبر كتلة نيابية بديك تفرض علي اسم مرشح وامشي فيه بالرغم من أنه أنا برجع بقلك أنا ضد ترشيح ميشيل عون وأنا ضد ترشيح سلمان فرنجي على مدى يراهن العماد عون تحديدا هل على ما يعتبره أو ما يعتبره العونيين أنه فيه أجنحة داخل طيار المستقبل أنه فيه عدة قراء بيقدر ينفذ يمكن من خلال لكن إحنا بلبنان ومعلش يعني كلنا بنعرف كيف تدار السياسي في لبنان أنه إيه داخل القوات اللبنانية قد يكون في عدة قراء وداخل طيار البطن الحر في عدة قراء وداخل طيار المستقبل في عدة قراء ولكن هذا لا يعني بأنه طيار المستقبل إذا فيه نائب أو نائبين أو أكثر أو قيادي بطيار المستقبل بيقول أنه تعون انتخب هذا المرشح أو ذاك هذا بيعني أنه هذا انقسام ما فيه انقسام سعد الحريرة عم يطلع يقول خيه ميشيل عون قلو حق يترشح صح خليه ينزل على المجلس النيابي وأنا بأقصى الاحتمالات يا بصوت له يا ما بصوت له يا بحط ورقة بيضا بالإضافة إلى أنه أنت شو عم تطلب من سعد الحريرة يلي بعده لليوم عنده مرشح ومبارح آخر بيان للكتلة كتلة المستقبل عم بيقول بعدنا نحن متمسكين بترشيح سلمان فرنجية بهل إطار كتب وفق أنسو اليوم بالأخبار بيقول التهديئة العونية الآنية حيال الحريري مجرد شكليات لأن رئاسة الجمهورية تحتاج إلى تغيير الصورة كلها يكتب المطلوب من عون أولا مصالحة فعلية مع السنة بدل التلهي بالشائعات الكبيرة عن إشارات سعودية إيجابية أو سلبية الكلمة الفصل بموضوع حساس كرئاسة الجمهورية تأتي صحيح من الرياض ولكن هذه الأخيرة لا ضوء هذه الأيام يشير إلى لبنان على شاشات راداراتها ولتيار المستقبل أسبابه بالموقف من ترجح يعني بخلاصة عنوانه هو في أنسو بيقول الحريري لا يزال الأقوى والمطلوب مصالحة الجنرال مع السنة بشكل عام أنا برأيي في شيء مطلوب إضافة أنا كيف بدي يعني لغاية اليوم من وقت ما ترشح العماد مشلعون لحتها الساعة ما في موقف واضح ورح أعطيك على سبيل المثال الحصر مبارح طلع قرار اتهامة بملف تفجير المسجدين في طرابلس أنا ما سمعت ولا أي موقف من العماد مشلعون وأنا ما شفت وزير الخارجية اللي يمثل التيار الوطن الحرب الحكومي على الأقل استدعاء السفير السوري وسؤاله يعني ما بدي أطمح أكتر وقول طرده أو توجيه التعميب سؤاله حول نظامه المتهم السامت ليس بحد ذاته موقف أستاذ إليه ما بيكفيني يعني أنا ما بدي أنا ما بقدر إحكم عن نوايا إذا كان عم بيحمل العصة من وسطها العماد عون ما بيقدر الواحد يطلعي تسأليه شو مشروعك الرئاسة سمير جعجع قدم ترشيحه للرئاسة الجمهورية عمل برنامج كامل متكامل طبعه ووزعه على كل الكتل وعلى كل الجمهور اللبناني وأصبحنا على اطلاع من هذا البرنامج لا يجوز للعماد مشلعون اللي هو برجع بقول مرشح قوي وحقه يكون مرشح قوي ما بعرف شو برنامجه التغيير والإصلاح كلنا بدنا تغيير وكلنا بدنا إصلاح ولكن هيده يعني ما بتكفي هيده الشيك ما بينصرف بده يطلعيقول لللبنانيين شو موقفوا استراتيجيا من سلاح حزب الله من بعد ما يوصل إلى رئاسة الجمهورية وأنا ما عمقله شيء من الزير من البيت يعني هالموضوع بتعتقد بيد العماد عون أنا ما عمقل بيده بس بالقليل أعرف أو أي رئيس لبنان أنا بدي أعرف هوية الرئيس اللي رح يوصل على كرسي بعبدة كيف بده يعالج هذه الأمور هل قد نحن صرنا ناطرين حزب الله لا يرضى علينا يعني وهوني أنا برأيي الجواب منه فيه إنه إذا حزب الله بده يصنع الرئيس في لبنان يعني حتما وحكما هذا الرئيس سيكون منصاع لمشيئة وإرادة ورغبة حزب الله وأنا هون بدي أطرح سؤال استطراضي بكرة إذا قرر حزب الله يرجع يخطف أو يعمل عملية على الحدود مع إسرائيل أو طلع عباله يعمل حرب مثل ما صار بال2006 شو بده يكون موقف رئيس الجمهورية اللبنانية موافق مغطي مبارك ما ده يقدم أو يؤخر يعني بهال مجال الميثائي اللي عم بيدعي إلها العماد عون وأن يشعر المسيحيون أنه يعني ممثلين بالموقع المسيحي الأول كما يريدون يعني اليوم عم بيرجع ينحكى أنه إذا ما وصل العماد عون هذا الأمر سيرتد أحباط أنا أول شيء بدي تأسف وقالك أنه في جهل مطبق عند الطبقة السياسية أو عند بعضهم وعند معظم الناس يلي بيكبوا كلمة ميثقية وما بيعرفوا من وين إجت كلمة ميثقية؟ إجت من الميثاق يلي مبثق بسنة 43 إنه الأقوى بكل طائق مش هيك العرف اليوم لا إجت كلمة ميثاق من اختر رئيس بره قبل قبل بره أنا بدي أرجع للمراحل الاستقلال الأولى كلمة ميثاق إجت بزمن بشارة الخوري ورياض الصلح نعم كلنا منتذكر عبارة الميثاق شو بتعني؟ هو إجماع إسلامي مسيحي الحكم بالتساوي والتوازن بما بين اللبنانيين مع بعضهم البعض طيب إذا إكس من الموارنة مع عمر رئيس جمهورية بتنضرب الميثقية في لبنان إذا كل الموارنة مختارينه يعني عندك أكترية المسيحيين أنا كمان عم بضطر هنا خلفك بالرأي لأنه لا لأنه أنا مع احترامي لقوة العماد ميشيل عون القوات اللبنانية عظيم أكيد طرف وازن عند المسيحيين ولكن بالمقابل في حزب الكتائب اللبنانية في مستقلين في أستاذ دوري شمعون في أستاذ ميشيل فرعون في فريد مكاري في كتير مسيحيين عندما يسأل العونيون عن هالموضوع بيقولوا لك قداش بمثله نسبتهم بالشارع المسيحي بالنهاية الأرقام تتكلم سترولا نحن وقت اللي شكلوا آخر حكومة بلبنان القوات اللبنانية ما شاركت لأسباب منطقية ومبدئية هلأ صار لفترة عم بسمع بأنه هذه الحكومة إذا ما اجتمعوا لأنه ما رح يجتمع فيها القوات اللبنانية وطيار الوطن الحر وطبعا الكتائب من ساحبي بطل فيه ميثيقية فإذا كان من الأجدى فيهم ما يقبلوا تفوت لأليس شبطينة ولا سجعان أزة ولا رمزي جراج ولا بطرس حرب ولا ميشيل فرعون فإذا خلينا نسحب عنهم هويتهم المسيحية أو المارونية أو الأرثوديكسية ونقللهم أنتوا ما نكون مسيحيين كيف هالمنطقة هيدا؟ شو عم نكرس نحن بلبنان؟ شو عم نعمل؟ تعي نعمل مجموعة ملال ونقول هاي الأحزاب المسيحية واحدة اللي بتمثل وخليوني بلشوا ما بيفوت على الوظيفة فئة 12 لرأس الهرم إلا من يمثل أو من يكون ضمن هذه الأحزاب المشكلة سيد محفوظ أنه هذا الأمر يسري عند الآخرين يعني ليش بس توصل الأمور يعني أنت حضرتك عم بتقوليلي هلأ أنه لأنه هناك في حالي شازة نحن لازم نتمثل فيهم لأنه في أحدية عند الشيعة حزب الله وحركة أمل مستأسرين بكل الشيعة الأربعين بالمية أو ثلاثين بالمية الآخرين من الشيعة هول لازم نسحب عنه نصفة الشيعة وهذا الكلام بيسري على السنة وبيسري على الدروز هل الخطأ كان ببكركي عندما هاي اختارت أو حشرت نفسها مثل ما قالت اليوم سيدة الهام في رايحة بتسمية لائحة الأربعة لرئاسة الجمهورية رح نتابع الحديث بموضوع رئاسي وبالمواضيع الأخرى بعد ما نتوقف مع أول فاصل اشتركوا في القناة